اشتركوا في القناة دائما المستخدمي الاندرويد خطأ تطبيق غير مثبت وخاصة تطبيقات من مصاطر غير معروفة واحدة هذه الرسالة هي التي تظهر لك اثناء تثبيت التطبيق غير مثبت او تعذر تثبيت التطبيق وهي مشكلة شائعة شائعة جدا تواجه العديد من المستخدمين اجسد الاندرويد لكي تعرف كيفية حل هذه المشكلة نهائيا تابع الفيديو الى النهاية هناك خمسة اسباب رئيسية لرسالة الخطأ التطبيق غير مثبت اول رسالة خطأ هي الملفات تالفة ثانية رسالة خطأ هي لا توجد مساحة تخزين كافية ثالث رسالة خطأ ذونات النظام غير كافية ورابع رسالة خطأ هو التطبيق لا يحتوي على توقيع خامس رسالة خطأ إصدار غير متوافق الآن عرفتم الخمسة الاسباب الرئيسية لتعذر تثبيت التطبيق نبدأ بأول رسالة خطأ ذكرناه هو الملفات تالفة طبعا الملفات التالفة التي تقوم بتنزيلها هي المشكلة الرئيسية دائما ولكيفية حل هذه المشكلة تأكد من تنزيل الملفات من مصدر موذوق به مثلا من متجر جوجل بلاي رسالة الخطأ الثاني هي لا توجد مساحة تخزين كافية لأن في بعض الأحيان يكون انخفاض ساعة التخزين على هاتفك سببا لعدم تثبيت التطبيق لأن حزمة الاندرويد يتكون من أنواع مختلفة من الملفات لأنه إذا كان لديك مساحة تخزين منخفضة فلن يتمكن المثبت من تثبيت بعض الملفات من الحزمة والتطبيق يحتاج إلى كل جزء من هذه الملفات العمل لحل هذه المشكلة الخطرة هو باستخدام عدة خطوات مهمة تم شرحها في فيديو سابق كاملا سأترك رابط الفيديو بالوصف والآن سيظهر لكم بالعلامة التبويب لرابط الفيديو رسالة الخطأ الثالثة هي أذونات النظام غير كافية لحل هذه المشكلة نذهب إلى الإعدادات من ثم الابليكيشن والتطبيقات من ثم الكائمة هذه بالعلامة سيظهر لهذه القائمة نضغط على رسالة برنفسيس اللي هو إعادة تعيين تفضيلات التطبيق بعدما نضغط سيظهر لهذه الرسالة نعمل ريسيت الخطوات التي عملناها الآن هي حل مشكلة أذونات النظام غير كافية والآن لرسالة الخطأ الرابعة هو التطبيق لا يحتوي على توقيع لأنه يحتاج التطبيق دائما على الحصول على توقيع من الكيستور الكيستور هو ملف ثنائي يحتوي على مجموعة من المفاتيح الخاصة للتطبيقات يعني بسبب هذا التوقيع تعمل التطبيقات على الأجهزة ولكيفية عمل توقيع للتطبيق هو تحميل تطبيق APK Signer من متجر جوجل بلاي الذي سأترك رابط للتطبيق أسفل الفيديو في الوصف بعد ذلك قم بفتح التطبيق بعد اكتمال تحميله ستظهر لك مجموعة من الخيارات اختر منها Signer بعد ذلك قم بالضغط على إيقونة القلم في الأسفل الجزء أسفل لي هنا بعد ذلك قم باختيار التطبيق للوصول إلى ملفاتك يعني هي بنافذة جديدة هنا قم باختيار التطبيق الذي توجد به المشكلة بعد اختيار هذا الملف في التطبيق قم بالضغط على زر حفظ في الأسفل هنا سيقوم بالتطبيق تلقائيا بعمل توقيع للتطبيق حل المشكلة وهو توقيع التطبيق رسالة الخطأ الخامسة هي إصدار غير متوافق مثلا أنا قمت بتنزيل لعبة After Balls يعني قمت تم صنعة هذا اللعبة يعني بالفعل نظام Android OS 5 يعني كنت أحاول تثبيت على إصدار KitKat يعني بالتالفون السابق وبالتالي كنت أحصل على رسالة خطأ بالشاشة يعني تعرفت على أن إصدار الملف ليس متوافق بسبب هذا الخطأ يعني لا يوجد حل لهذه المشكلة يعني طريقة تثبيت إصدار غير متوافق إلا أنك تنزل تطبيق على إصدار نظام هاتفك مثلا إذا كان حلق النظام 10, 9, 8, 7 يعني نزل التطبيق الذي يوافق إصدار هاتفك هذه هي الطرق الخمسة يعني فيه عدة طرق اللي هو تجنب التثبيت على البطاقة الخارجية CD Card تمام؟ لأنه إذا أنت قمت بعملية تثبيت التطبيق على الذاكرة الخارجية فلم يقوم يعني نظامك معي يقومش بتثبيت هذا التطبيق ويحصل لك أخطاء يقول لك التطبيق غير متوافق حصل خطأ في التثبيت حصل خطأ في تحليل حزمة يعني فلا تقومش بتثبيت أي تطبيق على الذاكرة الخارجية إذا أنت مش عارف كيف تقوم بعملية تثبيت التطبيق في الذاكرة التخزين الداخلية قم بإزارة الذاكرة الخارجية من على هاتفك ثم قم بتثبيت التطبيق وأيضا استخدم تطبيق ABK N-Solo طبعا التطبيق متواجد في متجر Google Play بشكل مجاني سأترك رابط التطبيق أسفل الفيديو في الوصف طبعا هذا التطبيق يتميز بتثبيت التطبيقات مثلا إذا كان نظامك لديه مشكلة بمثبت التطبيقات فهذا التطبيق سيقوم بتثبيت التطبيقات وأيضا الميزة الخرافية التي يمتلكها أنه يقوم بتثبيت التطبيقات دفعة واحدة وأيضا يوجد نسخة على Windows لكن نسخة Windows جربتها ويمتلك أخطاف في نسخة Windows فقط بعد إكمال تثبيت التطبيق قم بفتح التطبيق وندخل الى Installer ومن ثم نقوم بتحديد التطبيق لذي لا تستطيع تثبيته وبعد ذلك قم بضغط زر Install بعد ذلك سوف يقوم بعمل التثبيت بشكل طبيعي جدا ولا يوجد أي مشاكل هذا كان حلقة اليوم أتمنى من الله أنكم استفدتم وتم حل مشكلة تعذر تثبيت التطبيقات الأندرويد فلا تبخل علينا بزر لايك للفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليسلغي كل جديد من المحتوى ولا تنسى أيضا عمل تعليق لتشجيعنا لكي نقوم بعمل مزيد من الشروحات وإذا كان لديك أي استفسارات حول هذا الموضوع أو حول الهواتف الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام اعمل تعليق أسفل الفيديو ودومتم برعاية الله اشتركوا في القناة